بمنكونات موجودة في البيت هنعمل كاتشف في خمس دقائق بطعم احسن وسعر افضل ومن غير اي مواد كيميائية زي معظم الموجود في السوبر مارجن على نار وسط هنضيف 12 معلقة سلصة حوالي علبة صغيرة معلقتين عسل وده اختياري نص كباية خل ربع كباية مية معلقة صغيرة من الملح اربع معلق من السكر معلقة صغيرة توم بودر ومعلقة صغيرة من بصل البودر ونقلب كل المكونات دي مع بعض كويس قوي لحد ما نحس ان كلها اختلطت ببعضها بشكل كويس واول ما يبدأ الكاتشب ان هو يوصل لمرحلة الغلايين اللي انتوا شايفينها قدامكو دي نهد النار ونستنى ان هو يتقلق كل شوية نفضل نقلب فيه عايزين نعرف ونفهم ان الكاتشب اللي يتباع في الماركت بيكون فيه كميات عالية جدا من السكر والملح غير ان هو بيكون فيه فراكتوز ومواد تانية طبعا الكميات الكبيرة من المواد اللي انا قلتها دي بتأثر على الجسم تأثير سلبي جدا احنا ممكن نستودم اربع معلق سكر زي ما قلت او ان احنا نقطر شوية ولكن احنا عايزين ان احنا نعمل حاجة صحية ويكون طعمها حلو عشان نقدر نستبدل المنتجات اللي هي موجودة في الماركت بمنتجات احنا عاملنا في البيت وما يكونش في نفس الوقت ليها تأثير سلبي علينا وطعمها حلو في الفيديو ده انا استودمت عسل من شركة عسل النيل هسيب ليكم اللينك في الكومنت تقدروا تخشوا على ستور وتشوفوا المنتجات اللي عندهم تأكدوا ان العسل ده جودة عالية جدا بافضل سعر